طب ما هي دلوقتي هي بقى هربت بإيه بقى بإيه بقى بقيت نرجسية وبتعملة بتقيم علاقات تتكلم مع ده وتتكلم مع دور الجلم الجوزين وجوازات ما تنفعش هو لما هي شافت الولد الأصغر منها بعشر سنين هل ينفع ستة تتجوز راجل أصغر منها بعشر سنين؟ آه ينفع بس خدي بالك هي هنا ما كدش دخلت في العلاقة دي عشان هي بتحبه ولا هي عايزة تتجوزه طب لو هي ستة وعيد تلاتين وهو ستة وعشرين نعم هي ما أنا بقولك ينفع أن هتجوز راجل أصغر منها بعشر سنين ستة تري أمي كده لازم يكون الراجل عدد تلاتين عشان يعرف يأخذ القرار لازم يبقى هو عارف هو عايز إيه لأنه إحنا احتياجاتنا العاطفية بتتغير مع الوقت يعني إيه يعني اللي هتجوز في العشرينات ليه احتياجات عاطفية وإلي هتجوز في التلاتينات ليه احتياجات تانية خالص واللي هتجوز في الاربعينات ليه احتياجات مختلفة عشان كده لو تبصي على جوازات حواليكي هتلاقي إنه اللي هتجوز في العشرينات مش عجبه مش عجبه الجوازة اللي هو هتجوزها في التلاتينات لأنه شايف إنها مش مرضية لطموحه ولا هتجوز في ستة وثلاتينات الكلام ده مش حقيقي اسمع منا واللي هتجوز في التلاتينات في الاربعينات هيكتشف إن الجوازة بتاعته ما كانتش هي المناسبة لي لأنه هو عقله بينضج مع الوقت واحتياجاته في شريك الحياة بتتغير مع الوقت فلازم هو يكون ناضج بشكل كبير عشان لما يقرر إنه يختار واحدة أكبر منه في السنة بعشر سنين يبقى عايز يكمل معاها بقية حياته